السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ام يا قوت ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم تشاهدوه في احسن احوال يارب كنرحب بالناس الجديد وكذلك في الناس الاقدام نقول لكم مرحبا بكم نقدم معكم البسبوسة باللبن رائعة جدا بدون سقي بحجم لعائلية تبارك الله تعطيناكم مياه لوفيره اتمنى تبعوا معي فيديو حتى الاخير لكي تعرفوا على المكونات هذه البسبوسة سريعة تحضيرها في خمسة دقيق تقدروا توجدوها يعني ما فيها شي مراحل كثيرة اذا على بركتي الله فوحة البول ثلاثة البيضات سوف ندير المكونات دفعة واحدة سوف ندير جوج كيسان ديال الساندة قياس بالكاس ديال العنبة غير ديروا جوج كيسان غادي جيكم هما هادوك حيتاش غادي نديروا للبن الكيكا المسبوسة غادي تجي ايه هاديك بالحلاوة من بعد غادي نضيف كاس وربع ديال الزيت كيف ما كتشاهدو راها تتوجد يعني في آخر لحظة في خمسة دقيق نقدروا ان وجدوها وندخلوها الفران من بعد غادي نضيف جوج كيسان ديال اللبن يعني الكاس اللي عبرت به ساندة هو اللي غن عبر به زيت وكذلك اللبن ضروري اللبن يكون خارج من تلاجة غادي نضيف هاد الملحة غادي نضيف واحد سوكور فاني سوف نضيف هاد الابرا ميكسور اللي بغا تضربهم في الخلاط الكهربائي او في الكاس ديال العاصر تقدر تديرها في الكاس ديال العاصر انا هاد طريقة جاتني عاملية ما غاديش نضيف بيحت المميعا يعني غادي نضيف كل شيء في البول سوف نضيف هاد ميكسيهم زيان به هاد طريقة حتى كي يتجانس ولينا الخليط يعني كي يتجانس سوف نضيف سميدة اللي بطبيعة الحال سميدة عندي مغربلة سوف نعبرها حتى هي معاكم بالكاس يعني نفس الكاس اللي عبرت به هو اللي غادي نكمل به غادي نضيف الكاس اللول كذلك الكاس الثاني والكاس الثالث ونص كاس يعني ثلاثة الكيسان ونص هاد المقادر مضبوطة غير اه جربوها مقادرها مضبوطة وسهلة في التحضير ديالها وغادي نضيف جوج صاشي ديال الخاميرات الحالويات وواحد المعلقة كبيرة ديال الكوك اختيارية غادي نعطينا شوية تعليق لهاد البسبوسة سوف نخلطها بسباشيل اولا معلقة غادي ندخل شوية ديك السميدة من بعد غادي نكمل بالإبرا ميكسور وكنتمنى تكونوا درتوا لايك للفيديو وتشجيع علينا وشي تعليق زوين بحالكم واخا غير ايموجيك بما كان نقول لكم دائما ولاشيق اليوم اللي جيت معندكم مرحبا باش نعرف ان هاد الفيديو هادا ان الاعجاب ديالكم صافي غادي نرجع ننميكسي الخاليط غير كدخول ديك السميدة صافي وكنحبسو في هاد المرحلة اللي ضروري واحد النقطة اللي مهم مبزاف بالنسبة للبسبوسات ضروري ما الفران يكون سخون وزيان ضروري ومؤكد لانك فيما كتعرف البسبوسات ضغية كيتشربو يعني في هاد الاثناء انا انا الفران سخون وكذلك كتدهنوا الطاوة او المول اللي غادي يديروا فيه البسبوسة كتكونوا داهنينوا بالسبدة انا دهنتوا قبل ما نبدأ الخدمة غير هنا مدرتش مدرت معلقة ديال السميدة او معلقة ديال الكوك خلطهم مع بعدياته ودرت لهم برشيتهم كامل في الطاوة بهذا الشكل هذا كتحاولوا يعني كتحاولوا تتزربوا في هاد المرحلة باش ما كتتشربش ليكم البسبوسة ديالتكم ويبقى الخليط خفيف باش كتجي مهوية ويجي ناجحة غير تبعوا هاد المقادير وتبعوا هاد المراحيل رانا متأكدة انها غادي تستاق معاكم صافي كان خوي الخليط ديالي وندخلها الفورن ساخين ونقص بطبيعة الحلافية انا كنطيب الفران ديال القاز هاد المول هاد القطر دياله 30 على 26 دائما كيجيني اسئلة على القطر ديال هاد هاد طاوة هادي او هاد اللاطا صافي هنا بعد ما طابت وتحمرات هي سخونة كنحاول اندهنها بالمربع ديال المشماش تزين تزين عادي وفي هذه المرحلة تسقيها بالسيرو تقدر تجفتية بزاف ورطبة بزاف تقدر تدير السيرو يكون بارد والبسبوسة سخونة او للعكس انا كتافيت غير بالمربع وزينتها تزين عادي يدرت لها غير الكوك محسن من الكوفي تير والكوك يجيو ماتين مع البسبوسة صافي تزين اللي بسيط ولكن كتجيل ديدة وما تجيش نهائيا في هادي كريحة اللبن كتجي عادي ما يجيش داك اللبن يعني طاغي فيها غير جربوها لان فعلا فعلا كتستحق تجربة ديالتكو وكتجي تبارك الله طالعة وحجم اللي هائلي هالطوارات تبارك الله ثلاثين الى ستة وعشرين كتجي يعني كت فيها الخير والبركة لحجم اللي هائلي صافي هنا بعد ما زينتها هاتين قطعها معاكم مربعات وكنتمنى انكم تبارتجوا هذا الفيديو هذا على اوسع نتاق باش تعملوا الفائدة فيديو اللي صراحة بسبوثا اللي كتستحق انها تشاف ما تبخلوش على الياب البارتاج ديالكم ولايكات ديالكم كذلك كنشكركم دائما على حسن تسبوع اللي وصل معايا الهنا كنشكره بزفزف على المشاهدة دياله للفيديو غادي نقدم معاكم غادي نقطعها معاكم باش كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كي يجي صراحة بسبوثا اللي رائع جدا كتستحق انكم تجربوها وتحتافظوا بالوصفة اللي غادي نخلي لكم المقادير بصندوق الوصف وكان شكركم على حسن المتابعة وكان درب لكم موعيد الفيديو قادم وصفة جديدة بحول الله وهذا نخليكم مع بعض الصور اللي موجودة في القناة ديالتي وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم مستخدت بكم كضبتم بطير رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة